أهلا بكم في بلا قيود. ضيفتنا باحثة في مجال حقوق الإنسان. عملت في الفترة ما بين عامي 2008 و2013 في منظمة العفو الدولية في قضايا حقوق الإنسان في المنطقة العربية وخارجها. قادة المساعي التي أدت إلى التوصل إلى اتفاقية دولية تابعة لمنظمة العمل الدولية في يونيو من عام 2019 تتعلق بمكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل. حاليا تصلت أبحاثها الضوء على التمييز ضد المرأة والعنف بأشكاله في مناطق النزاع والسلم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أسأل روثنا بيجم كبيرة الباحثين في قسم حقوق المرأة في منظمة هيومن رايتس واتش عن جوانب القصور في وضع حقوق المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأسبابه. وعلى اتهام الموجه للمنظمات الحقوقية الدولية بإغفال ما يتحقق من خطوات إيجابية بشأن المرأة وحقوقها والتركيز على الجوانب السلبية. سيدة بيجم أهلاً وسهلاً بك في بلا قيود على شاشة بي بي سي عربي. أهلاً وشكراً لك. أعتقد أننا ينبغي أن نبدأ بالمنتدى الاقتصادي العالمي 2020. التقرير العالمي للفوارق بين الجنسين كان متشائماً للغاية هذا التقرير. حلت فيه 13 دولة من أصل 25 في الشرق الأوسط ضمن الأسوأ من حيث الأداء بهذا الشأن العالمياً. ولكن على صعيد آخر بعض ما جاء في التقرير كان إيجابياً من قبيل أن هذه الفجوة بين الجنسين ضاقت بفعل نصف نقطة مئوية منذ عام 2018. أحد أكثر الانتقادات الموجهة لـ Human Rights Watch والمنظمات الحقوقية الدولية هي أنها تتجاهل الإيجابيات التي تحرزها الدول وتركز كثيراً على السلبيات. ماذا تقولين لهؤلاء المنتقدين؟ إذا نظرت إلى وضع حقوق المرأة عبر أنحاء العالم سوف تجدين أننا نراقب ونصدر تقارير بشأن انتهاكات حقوق المرأة سواء كانت في أمريكا اللاتينية أو الولايات المتحدة أو أوروبا أو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونحاول مراقبة تلك الانتهاكات في كل دولة على حدة لنرى مدى وفائها بالتزامتها بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي. بالطبع كان هناك عدد من الإصلاحات الإيجابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلينا الإشادة هنا بجهود ناشطات حقوق المرأة أنفسهن. لكن المنطقة لا تزال متخلفة عن غيرها من المناطق كأسيا وأمريكا اللاتينية فهي مناطق قد يقارنون أنفسهم بها ولكنهم لا يزالون يقبعون خلفها. ونحن بحاجة إلى النظر إلى الأسباب. إذن المقارنة التي تطرحينها الآن تعتمد على ماذا؟ يعني هل تعتبرون أن مناطق أخرى من العالم غير مناعمة مثلا؟ ما المعيار الذي تعتمد عليه المنظمات الحقوقية بما فيها هيومن رايتس واتش حينما تصطر تقاريرها من هذا المنظور تحديدا؟ نقارن الأوضاع الحقوقية في تلك البلدان بالمعايير الحقوقية الدولية. فإذا نظرنا إلى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة أو سيداو، نجد أن غالبية دول العالم وقعت عليها بما فيها بلدان من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولكن العديد من حكومات تلك الدول تخلفت عن الوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن. فلسطين كانت أحدث الدول انضماماً للسيداو وهو أمر في غاية الأهمية. فإنها لم توقع فحسب، بل فعلت ذلك بدون إبداء أي تحفظات. وهو ما بعث برسالة مفادها أنه من الممكن الانضمام لتلك الاتفاقية من دون تحفظ على أي بنودها. وقد رحبنا بهذه الخطوة من قبل فلسطين. لكن لماذا تلزم هذه الدول أنفسها بالتوقيع على اتفاقيات مثل سيداو؟ على سبيل المثال، لأنه وفقاً للمقياس أو البرامتر العربي 2019 في الاستطلاع عن حقوق المرأة مثلاً، هناك على الأقل خمس عشرة دول عربية كانت النتائج في من استطلعت أراؤهم فيها أن الرجال أفضل للقيادة، يحق لهم الكلمة العليا في شؤون الأسرة، لا ينبغي للسيدات أن يسافرن بمفردهن ومن دون إذن، ولا ينبغي أن يحصلن على ميراث مساون للذكر. إذن لماذا يكون رديهم هذا المعيار الذي يرجعونه إلى ما يعتبرونها التقاليد مثلاً في مجتمعاتهم، وفي نفس الوقت يلزمون أنفسهم بالتوقيع على هذه الاتفاقيات مثل السيداو؟ عادة ما يحدث ذلك في سياقات عديدة في وقع الأمر، حيث توقع الحكومات على اتفاقيات لكي تثبت أنها تلتزم بالأعراف الدولية وأنها لا تختلف عن غيرها. هذا التوقيع يعني أنها صارت ملتزمة باتخاذ خطوات لتحسين أوضاع المرأة والقضاء على التمييز ضدها، لكن هذه الاستطلاعات التي أشرت إليها توضح أن هناك مشكلة كبيرة جداً تتمثل في مواقف الرجال الذين لا يريدون أن تكون للنساء حقوق مساوية لحقوقهم ويرغبون في أن يتواصل التمييز ضد المرأة. كما أن زعماءهم إما لديهم هم أيضاً مواقف مشابهة أو أنهم ببساطة لا يتخذون إجراءات كافية لتغيير تلك المواقف. وظيفة تلك الحكومات لا تقتصر فقط على عدم التمييز، بل إنها ملزمة أيضاً بضمان عدم تعارض النساء للتمييز داخل المجتمع أو داخل أسرهن أو في أماكن العمل. ولكن عادة ما نرى أن الحكومات لا تقوم بما يكفي لاستقصال التمييز على الأرض. هل تعتقدين أن جزءاً من ذلك هو التباين الثقافي؟ أن ما يرونه محاولة مقحمة لفرد كما يرونها هم؟ قيم ومعايير غربية قد تفسر على أنها ممارسات ورؤية بعد الاستعمارية تعصف بما يرون أنه قيم الأسرة، الدين، التباين الثقافي. هل ترين ذلك مبرراً؟ في رأيي أن هذا رائع يتعللون بها لتبرير عدم قيامهم بتغيير الأوضاع. ولكن في الحقيقة إذا نظرنا إلى حقوق المرأة نجد أنها منصوص عليها في العديد من التقاليد الدينية وتشكل جزءاً من الأعراف الثقافية في بعض المجتمعات. ولكن ما يحدث هو أن الدولة هي التي تقوم بالتمييز ضد النساء في بعض الأحيان. عندما نتحدث عن قيادة المرأة للسيارة، بالطبع السيارة لم تكن موجودة في العصور القديمة، لكن النساء كنا يركبنا الجمال والخيول ويسافرنا لمسافات طويلة. ومع هذا فإن السماح للمرأة بقيادة السيارة من عدمه أصبح قضية كبيرة، وكأن من الطبيعي والمسلم به أن لا يسمح لها بذلك. ما حدث هنا هو شكل جديد من أشكال التمييز ضد المرأة لم تكن تتعرض له من قبل. يزعمون أنها تقاليد قديمة وهذا ليس صحيحاً. إنها عادة أشكال جديدة من التمييز تكرس تحت ذريعة التقاليد أو الدين، ومن ثم لا يجب أن يعترض عليها أحد. لكن هناك صورة مزدوجة لبعض الدول التي لما قرأت بعض الإحصائيات لنفس المقياس عنها خلال الأعوام الثلاثة الفائتة على سبيل المثال. التقارير مثلاً تتحدث عن إنه 13 دولة بما فيها إسرائيل تخول للمحاكم الدينية وفقاً لقانون الأسرة تزويج الفتيات. في إيران كان السن صغير جداً المسموح للفتيات الزواج فيه. في اليمن كان السن الأصغر على الإطلاق للفتيات. يعني حرفياً أطفال 13 عاماً أو أقل أطفال حرفية. بالتالي بعض هذه نتائج صادم حقيقةً لكن بعض القضايا الأخرى مثل الاغتصاب الزوجي على سبيل المثال لا تزال حديثة جديدة وغريبة على أذان كثيرين في المجتمعات العربية. لماذا تعتقدين ذلك حادث؟ جوهر القضية يتجلى في أوضح صوره من خلال التمييز ضد المرأة في قوانين الأسرة وهو موجود عبر جميع أنحاء المنطقة. بالطبع يختلف في درجاته من بلد لآخر فمثلاً عادة ما يشار إلى تونس على أنها تقدمية بشكل يتفوق بكثير على دول أخرى كالسعودية التي ليس لديها قانون مدون للأسرة ولكنهم لا يزالون يجدون سبولاً للتمييز ضد المرأة هناك. إسرائيل هي الأخرى من بين الدول التي تواجه فيها النساء التمييز في مسائل كالزواج والطلاق وحضانة الطفل والميراث. والذريعة المستخدمة هي أيضاً التشريعات الدينية. لكن إذا نظرنا لتلك التشريعات نجد أن لها العديد من التأويلات على سبيل المثال اختارت طائفة من تلك الدول أن تسن قوانين للزواج والطلاق استناداً إلى أكثر التأويلات تشدداً وتحفظاً وضمنوها أموراً لم تكن موجودة من قبل. فلو تحدثنا عن بعض المفاهيم الدينية نجد أن عالمات الدين المسلمات النسويات دللنا على أن مفاهيم كالمساواة والاحترام بين الجنسين بين الزوج والزوجة تمثل جزءاً لا يتجزأ من الدين الإسلامي. بيد أن علماء الدين الرجال والدول التي تبنت تلك القوانين أثروا اعتماد مفهوم ولاية الرجل على المرأة لحمايتها. وما نتج عن ذلك لم يكن حماية للنساء بل تمييزاً ضدهم. ولذا نحن لا نتحدث عن دين واحد وإنما تفسيرات مختلفة للدين. ومن واجب الدولة اختيار التفسيرات التي تحقق المساواة للمرأة. والأمر لا يتعلق بكون قاعدة دينية ما صحيحة أم لا. فعلينا أن نكون صرحاء وأن نتقبل أن تلك القوانين وضعية صاغها بشر تعمدوا اتخاذ قرار سياسي بشأن تبني تفسيرات بعينها. هي في معظمها من صياغة الرجال. ما هو ما هو ما هو ما هو محقاة أو ما هو ما هو لا. لأننا علينا أن نعرف على الغداء التي تحقق بشأن تحقق المساواة. التي تحقق بمجرد مختلفة عن هؤلاء مختلفة. وهي مجرد تحقق بشأن من الأجل. الآن إلى الحقوق المساواة. طيب العودة إلى Human Rights Watch بالنظر للتقارير الأخيرة المتعلقة بحقوق المرأة وأعلم أنك صرفت جهداً كبيراً في مجال مكافحة التحرش في بيئة العمل لكني رأيت على سبيل المثال أن دول الشرق الأوسط وهنا أشير بين مزدوجين لتقرير المنظمة تبلي بلاء ضعيفاً مقارنة بالمعيار العالمي في المناصب والمقاعد في المجال النيابية هل ترين عند نقطة معينة أنه ليس من الإنصاف أن تقارن هذه الدول بأخرى مثل الولايات المتحدة، أوروبا لأنها ليست أفضل ولا أسوأ ولكن لأن معطياتها مختلفة المنظور للتعامل مع المرأة مختلف في وقت تنتقد المنظمة من قبل السعودية على سبيل المثال لأنكم تتجاهلون بعض الجهود المبدولة من جانب هذه الدول في الخليج المملكة مثلاً ضمنت حقوق النساء في التصويت في عام 2011 وبالفعل وصل بعض السيدات إلى مقاعد المجالس المحلية فيما بعد وهكذا عندما يتعلق الأمر بالحقوق السياسية من الأهمية بمكان أن يكون هناك تمثيل للمرأة لأنه كما قلنا تلك القوانين من وضع البشر ومن المهم أن تكون النساء جزءاً أساسياً من النقاشات التي تسبق صياغة القوانين ومن عملية الصياغة أيضاً الحجة التي عادة ما تقدم هنا هي أن تلك الدول حديثة النشأة ومن ثم لا ينبغي أن نقارن بينها وبين الدول المتقدمة وهذا غير صحيح هناك العديد من بلدان العالم الأحدث نشأة من بلدان الخليج مثلاً على الأقل فيما يتعلق بمفهوم الدولة الأمة أو الدولة القومية ولكنها تضم في واقع الأمر مجتمعات عريقة وهكذا نلاحظ استخدام جداليات مختلفة في هذا السياق فتارة يقولون أن سبب التمييز ضد المرأة يعود إلى التقاليد القديمة وهو عادة غير صحيح وتارة يقولون أن الدولة حديثة النشأة ولا يجب أن ننتظر منها إنجاز أمور استغرق إنجازها وقتاً طويلاً في غيرها من الدول وهو أيضاً غير صحيح أشرت إلى السعودية وقد رأينا بالفعل إصلاحات سياسية كبيرة تحققت في المملكة من قبيل حق المرأة في التصويت والترشح في الانتخابات لكن ما حدث هو أن النساء التي طالبنا بتلك الإصلاحات اختفئين على ذكر ذلك الموضوع أعلم أنها ليست حالة وحيدة في السعودية أو في دول أخرى في المنطقة ولكن هناك من يعتقد أن تركيزاً شديداً يبدو شديد جداً في نظرهم على حالات مثل لجين الهدلول في السعودية والشيخة لطيفة في الإمارات في الوقت الذي يوجد فيه قضايا أكبر وأشمل بالنسبة لهم تواجه النساء كذلك في نفس الدول أو دول مجاورة أو في المنطقة لذلك يسألون لماذا تركزون لأسابيع وأسابيع لقضية واحدة لشخصية من العائلة الحاكمة في وقت وصفت هذه الدول بأنها غنية وتحاول أن تكون تقدمية إذا نظرنا إلى قضية لجين الهدلول نجد أنها أصبحت رمزاً لتلك الاعتقالات والإدانات التي واجهتها الناشطات الحقوقيات لجين ليست الوحيدة وعندما نتحدث عنها يجب أيضاً أن نتحدث عن غيرها من الناشطات التي دخلنا السجن أو التي أفرج عنهن ولكن منعنا من السفر لجين الآن هي الرمز ببساطة بسبب الحملة التي قامت بها عائلتها لتسليط الضوء على قضيتها لكن هذا الخيار ليس متاحاً للعديد من الناشطات الأخريات التي آثرنا أن لا يقومنا بذلك ومؤخراً أقرت محكمة الاستئناف الحكم الصادرة ضد لجين ومن ثم فهي لا تزال تواجه حكماً بالسجن مع إيقاف التنفيذ بالإضافة إلى حذر السفر ما يعني أنه تم إسكاتها فيما يتعلق بالشيخة لطيفة والشيخة شمسة التي اختطفتا وتمت إعادتهما قصراً إلى دبي حيث لا تزالا محتجزتين ضد رغبتهما ولا نعرف بالضبط وضعهما هذه القضية تصلت الضوء على المشكلات التي تعاني منها النساء في الإمارات وإن كان بشكل استثنائي فهما ابنتا واحد من أكثر الرجال نفوذاً في العالم وتم اختطافهما في مجال دولي خارج بلادهما وأعيدتا بمساعدة مسؤولين بالدولة وبمساعدة حكومات أخرى فقد اختطفت الشيخة لطيفة من الهند بمساعدة السلطات الهندية على ما يبدو ورغم الامتيازات التي كانت تتمتع بها الاثنتان كانت هناك الكثير من القيود المفروضة عليهما ولكن ينبغي أن لا ننسى كثيراً من النساء الأخريات التي يواجهن الاحتجاز القصري على يد أسرهن أو التمييز أو الإذاء من قبل الأبي أو الأخي أو الزوج من المهم النظر إلى أوضاعهن وإلى ما ينبغي أن تفعله الإمارات للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد جميع النساء هل تعتقدين سيدة بيجيم أن القانون الأخير المقترح للأحوال الشخصية في مصر الذي تلقى الكثير من الانتقاء الداخل مصر حتى هل تعتقدين أن عملكم تدخل في شؤون دولة داخلية سمعت ذلك عدة مرات خلال الأسابيع الفائتة بالنظر إلى أن دستور المصر المقر والمعمول به منذ 2014 يخول حقوقا متساوية للنساء والرجال بمعنى هل ينبغي أن تتوقف عند كل قانون كل تشريع في كل دولة وتقوموه وتضعونه في تقرير لأن هذه الدول تعتقد أنها تستهدف عن طريق هذه القوانين وهذه التشريعات وانتقاداتكم وتقاريركم عنها كل دولة عليها التزامات بموجب الاتفاقيات التي وقعت عليها حكومتها فهي من جعلت نفسها عرضة للمساءلة والمنظمات الحقوقية ومنها منظمتنا تضع تلك الدول في موضع المساءلة لضمان قيامها بواجباتها في حماية حقوق المرأة لو لم توجه إليهم أي انتقادات بعد توقيعهم على الاتفاقيات ربما تذهب حكومات تلك الدول إلى الأمم المتحدة وتنسج الأكاذيب ولا تفعل شيئاً لتحسين أوضاع حقوق المرأة وتصبح تلك الاتفاقيات لا معنى لها فضلاً عن ذلك إذا نظرنا لحالة مصرية على سبيل المثال نجد أن المجتمع المدني المصري انتقد الحكومة التي تقدمت بمشروع جديد لقانون الأحوال الشخصية لطالما حاولت إدارة الرئيس السيسي أن تبدو مختلفة عن الإخوان المسلمين وقالوا إن الرئيس السيسي هو رئيس تمكين المرأة لكن ماذا تحقق منذ توليه الحكم؟ لقد ازداد وضع المرأة سوءاً في عهده وهذا القانون المقترح يدلل على مدى استعدادهم للتمييز ضد المرأة لأنهم يريدون تنفيذ إجراءات من شأنها جعلوا أوضاع المرأة أسوأ بكثير بأي طريقة إذا عنا لي السؤال؟ يعني الانتقاد الأساسي الذي سماعت أن هذا القانون الجديد إذا ما تم إقراره من قبل المشرعين في مجلس النواب سيحرم المرأة مثلاً من شخصياتها القانونية فهل أنتم مع هذا الطرح؟ نعم هناك عدد من البنود التي ستفاقم من وضع المرأة على سبيل المثال سيكون وضع المرأة أسوأ عند الطلاق وكذلك سيصبح الزواج أكثر صعوبة كما سيتعين عليها الحصول على إذن من وليها عند السفر للخارج إنهم يضيفون بنوداً أسوأ بكثير من سابقاتها ونحن لا نقول إن قانون الأحوال الشخصية كان جيداً من الأصل فهو لم يكن مثالياً ومع هذا يريدون الآن أن يجعله أسوأ وهو شيء غريب ومفزع لأننا بدأنا نرى بعض الإصلاحات التي أدخلتها بلدان أخرى كالإمارات على قوانين الأحوال الشخصية في مسعى للقضاء على بعض أشكال التمييز كطاعة الزوج مثلاً ورغم أنه ما زالت هناك مشكلات لكنهم على الأقل يبدلون جهداً في هذا الشأن لذلك من الغريب جداً أن نرى دولة كمصر التي توجد بها حركة نسوية عريقة بل هي من أقدم الدول التي قامت بها حركة نسوية وقد بدأت في التراجع إلى الخلف في العودة إلى الماضي لكي يجعل وضع المرأة أسوأ مما كان عليه وقت كتابة تلك القوانين هل ينبغي الاعتقاد أن أولوياتكم في هيومن رايتس واتش الأمم المتحدة أمنيستي والمنظمات الحقوقية الأخرى وتلك المعنية بحقوق المرأة أن أولوياتكم ينبغي أن يتم إعادة ترتيبها يعني السيدات يسألن بعضهن مناضلات من أجل الفرية هل الختان في السودان على سبيل المثال ما يسمى بجرائم الشرف في الأردن العنف المنزلي والأسري في لبنان أولويات أكثر أهمية من أن تلاحق الأنظمة حقوقيا في الخليج أو مصر أو دول تحاول أن تتحسن أو تقدم نفسها كمدافع عن حقوق المرأة أو على الأقل قيمة على هذه الحقوق نحن ننتقد الحكومات لأنها تلاحق مجتمعاتها المدنية ففي حالة مصر وعدد من البلدان الخليجية كالسعودية القضايا الحقوقية لا تتعلق فقط بحقوق المرأة بل أيضا بالتضييق على منظمات حقوق المرأة وعلى الناشطات الحقوقيات نحن بحاجة لأن تكون هناك مساحة من الحرية كي تستطيع النساء في مصر والسعودية المطالبة بحقوقهم وكذلك مساءلة حكومتهم على سبيل المثال قانون الأسرة الذي أعلنت السعودية أنها بصدد سياغته وهو ما لم يحدث من قبل أمر في غاية الأهمية ولكن بدون إفساح المجال للناشطات الحقوقيات لبحث القانون وإصدار توصيات بشأنه سيكون من الصعب تشريع قانون جيد فلن يتأتى ذلك إلا من خلال نقاش علني لكي يصبح ذلك القانون أيضا مقبولا من المجتمع لذا نحاول التأكيد على أهمية إفساح المجال للناشطات في هذا الشأن كما نريد أن يتم التركيز على مشكلات كبيرة كالتمييز والعنف اللذين تتعرض لهما النساء لكن ما أولوية قضايا أخرى ملحة مثل تأثير كوفيد على السيدات في المنطقة خصوصا في مناطق النزاع المسلح لأن القضيتين كبيرتان جدا ومنفصلتين فما بالك لو اقترنتا تصبحان كارثة على النساء على الجميع بالطبع لكن خصوصا على النساء والقصر والأطفال بالتالي ما الدعم الذي تقدمونه للنساء غير كتابة التقارير التي لا أحد يقلل من أهميتها في عالم اليوم الأثار الضارة لكوفيد على النساء بوجه خاص كبيرة للغاية هناك عدة أشياء يجب الإشارة إليها منها ما يوصف بالوباء الصامت حيث ازداد العنف المنزلي ضد النساء عبر أنحاء العالم سواء كنا في بريطانيا أو أمريكا أو الشرق الأوسط فقد ارتفع عدد النساء التي يتعرضن للعنف المنزلي لأن القيود المفروضة جعلت النساء حبيسات في منازلهن مع ما يمارسون انتهاكات ضدهن وهناك تقارير واضحة صادرة عن منظمات عديدة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط تشير إلى أن النساء يواجهن عنفا منزليا بالغا لذا من المهم أن تتخذ تلك الحكومات إجراءات خاصة لضمان مساعدة النساء في تلك المواقف وإيجاد سبل لمنع وقوع العنف من البداية وقد حققت منطقة الشرق الأوسط في السنوات الست أو السبع الماضية قدرا من التقدم فقد كانت في السابق المنطقة ذات العدد الأقل من تشريعات حماية المرأة من العنف المنزلي والآن أكثر من نصف بلدان المنطقة لديها قوانين في هذا الشأن لكن لم نرى كثيرا من تلك البلدان تطبق إجراءات خاصة بمواجهة حوادث العنف المنزلي ضد النساء في فترة الوباء كما تأثرت النساء لأنهن في خطوط المواجهة الأمامية حيث يعملن في القطاع الصحي في التمريد وغير ذلك من المهن الأساسية ويجدن أنفسهن أكثر عرضة للإصابة كما تقوم الأمهات برعاية أبنائهن الصغار الذين اضطروا للتوقف عن الذهاب إلى المدارس ومن ثم يتضح أن النساء تأثرنا بالوباء على مختلف الجبهات وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن الحكومات سواء في الشرق الأوسط أو خارجه بحاجة إلى إعطاء الأولوية للنساء وجعلهن في لب عملية وضع السياسات واتخاذ القرارات وضمان ليس فقط المساواة بين الجنسين بل أيضا أن لا تتحمل المرأة النصيبة الأكبر من الأعباء حتى يكون لدينا مجتمع أفضل في المستقبل تحتل فيه المرأة مكانة محورية رودنا بيجم كبيرة الباحثين في قسم حقوق المرأة في منظمة Human Rights Watch شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا لك شكرا جزيلا